أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة التحليل البيئي معالجة المياه ونواصل تسجيل المقاطع لشرح محتوية هذه الوحدة تعريف طرق معالجة مياه الشرب وتناولنا من قبل التهوية تناولنا التهوية وإزالة المواد العالغة إزالة المواد العالغة وهنا نتناول في هذا المقطع إزالة عسر الماء ونجي إزالة عسر المياه water softening عسر الماء سوبه وجود تركيز عالية من أملاح الكالسيوم هذا الرمز الكالسيوم وهذا الرمز الماغنيزيوم من أملاح الكالسيوم والماغنيزيوم هناك عسر دائم و عسر مأقت العسر المأقت نسبة الليود أملاح البيكربونات والعسرة دائم نسبة الليود كلوريدات و كبريدات الكالسيوم والماغنيزيوم نسبة لوجود كلوريدات وكبريتات الماغنيزيوم والكالسيوم يعني مثلا الكالسيوم كلورايت أو الكالسيوم كبريتات الكالسيوم وبنفس الطريقة إما وجود ماغنيزيوم كلورايت أو ماغنيزيوم سلفيت أو كبريتات الماغنيزيوم والعسر المؤقت وجود بيكربونات الكالسيوم أو بيكربونات الماغنيزيوم هذه رموز لهذه المركبات تتم إزالة العسرة المأقت بغلي الماء عند غليان الماء نزيل هذه المركبات البيكربونات يتفقق هذه المركبات تتم إزالة العسرة دائم بواسط إضافة رماد الصودي وهي كربونات الصوديوم صوديوم كربونات والجير الحي وهو أكسيد الكالسيوم يعني لكي نزيل هذه المركبات الكلوريدات والكبرتات بالنسبة لكالسيوم الماغنيزيوم إما نضيف الجير الحي كالسيوم أكسيد أو رماد الصوديا الصوديوم كربونات لكي تحيل محلها ونزيل هذا العسر الدائم هنا المعادلة الواضحة جداً كالسيوم سلفيت كبريتات الكالسيوم مثل الصوديوم كربونات ما نسمى رماد الصوديوم يعطينا كالسيوم كربونات الكالسيوم وصوديوم سلفيت أو كبريتات الصوديوم في شكل واضح هنا هذا العسر الدائم بالنسبة لكبريتات الكالسيوم ونضيف الصوديوم كربونات كربونات الصوديوم فيتكون كالسيوم كربونات الكالسيوم واللي يسهل التخلص منها وكبريتات الصوديوم وهنا كبريتات الصوديوم تعتبر زائبة وهذا يسهل التخلص منها وبهذه الطريقة يمكن أن نحصل لنهاية هذا المقطع